أكدت وزارة التنمية المحلية أهمية الدورة الذي تلعبه منظمات المجتمع والجمعيات الأهلية في استكمال جهود الحكومة سعيا لتوفير حياة كريمة للمواطنين خلال استقباله مجلس أمناء إحدى مؤسسات المجتمع المدني أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن هناك توجيهات واضحة لكافة المحافظات بدعم المنظمات الأهلية والمجتمع المدني الجادة تنفيذا لما قرره الرئيس عبد الفتاح السيسي من اعتبار عام 2022 عاما للمجتمع المدني